الشباب هم وقود ثورة 2011 كانوا في الصفة الأمامي في المظاهرات والاحتجاجات لكن ما الذي تحقق للشباب؟ حتى الآن لم يتم تشبيب المشهد السياسي بوجوه شابة ومعدل أعمار السياسيين ما زال مرتفع وهو ليرجع البعض لعدم ثيقة المسؤولين بالشباب عزوف عن الانتخابات لاحظناه خاصة في الانتخابات البلدية وعمليات صبر الآراء هي الأخرى وإن اختلفت مؤسساتها فهي تشترك في أن فئة الشباب فقدت فيقتها في أغلب الأحزاب المكونة للمشهد السياسي خاصة في ظل مؤشرات البيطالة المرتفعة في صفوفهم هو اللي يطرح أكثر من تساؤل حول آليات العمل مع الفئة هذه ومحاولة التقرب لها وجعلها فاعلة في المشهد العام لكن الشباب قد يجدوا مبتغاه في المجتمع المدني عديدة هي المنظمات اللي تعتني بالشباب هذا ملتقى في صوصة من تنظيم منظمة تينيفيزيون وبمشاركة بعض المنظمات الأخرى ملتقى لتبادل الأفكار وتحفيز الشباب من أجل أخذ زمام المبادرة حتى يكون لهم دور في الحياة العامة الشباب اللي جاءوا من مختلف ولايات الجمهورية حكاوا عن تجاربهم وأفكارهم اللي قادرة إنها تحسن صورة تونس الشباب التونسي ينرجم يغير أيوة في البلاد في أي تاريخ أثبت تونسا اليوم قادرين بشي غيرو واذاك عليش يزمنا طوال لحظنا اللي فما عوزو في الشباب على الحياة السياسية خاطر معاش فما طيقة حب ولا نكره في العباد اللي شادوا طوالب البلاد دونك نحن يزمنا نعرفو كيفاش نكونو نحن الإكسدامبل بش العباد تشوف فينا برسيس أمال كما قلوا فيها للجنراسيون اللي جايين المشهير كانت عنها توقية تناجم تقول اللي هي معناها كي تحكي كتاب وفصنتاج شوية برابور للعباد اللي هما كبار في السن معناها هما أصحاب القرار وأصحاب الكلمة في البلاد أما أحنا قاعدين نطمحوك قاعدين نضربوا بالحق بالبونية بش نيخذوا القرار أحنا بش ولو أحنا اللي هما اللي بلحاط لعباد اللي تحكم على خاطر أحنا اللي تتوا بالحق نعرفوا المصلحة عن طلب البلاد خير عندي ميول للتوجه للجمعيات على خاطر نحسهم يمسوا أكثر الشباب نحسهم جيهوين أكثر ريجيون بيكا شنو ناقصة نعملوها وتعطيك الحوايج اللي بالحق الشباب محتاجوا مناقصين ينجموا طول معناها يعملوا اللي أمانها يحقوهم لقاءات يراها البعض يجعل الشباب أكثر إيجابية في التعامل مع الوضع الراهن خاصة أنه أنه الدراسات تتحدث عن أنه أكثر من نصف شباب تونس من المتحصلين على شهائد التعليم العالي يفكروا في الهجرة ومغادرة البلاد فهل سيتغير الوضع في 2019 ويكون للشباب مكان هاما في الشأن العام؟ أم سيظل الوضع عما هو عليه الآن؟ شكرا لك تارق الخضراوي على هذا التقرير والسؤال الأهم ربما هل في 2019 بشكون البديل من خارج المشهد السياسي لأن الشباب تقريبا مل ما هو موجود في هذا المشهد وربما مل أيضا رجالات السياسة الموجودين حاليا نسعد جدا باستقبال يوفرنا الحظرين معنا عبدالقودو السعداوي كاتب الدولة لشباب أهل وسهلا بيك شكرا لك قبول الدعوة نزار الشعري رئيس منظمة تونيفيزيون أهلا وسهلا بيك وشكرا لك قبول الدعوة مش نبدأ معك أنت وبعد نجيل العبدالقودو السعداوي كاتب الدولة لشباب أنت عندك احتكاك بالطبيعة بالشباب من خلال الأنشتر اللي تقوم بيهم المنظمة ومن خلال المنظمة وزيارتك الكثير من المناطق هل فعلا الشباب مازال إلى حد الآن عازف عن العمل والمشاركة في الحياة العامة بشكل عام وشني أهم الأسباب في نظرك أنت؟ هو على كل حال هدايا أكثر من واضح لكل الناس أنه شباب اليوم تماما مستقيل مش عازف من المشاركة في الشأن العام وخاصة الشأن السياسي اليوم أقل من 5% فقط من الشباب الطالبي مشارك في الجامعيات اللي موجودين في الجامعة تقريبا أقل من 10% شباب هدايا عنده اهتمام بالحياة السياسية نحن عملنا نيتودان تيرن فيها تقريبا 9.6% من شباب اللي بين العشرين و 39 سنة اليوم يهتم بالشأن السياسي اليوم وقت سأله عليش يقول لك ما عنديش ثقة مانيش فهم على شنوها تحكي وما ثم حد يمثلني بكل بساطة وبكل وضوح ما عندي ثقة ما فهماش شكوني مثلني ومانيش فهم في شنوها تحكي أكيد الدولة تعتقد أنه قايمة بدورها في إحداث آليات تحفيز للمشاركة خاصة الخيبات اللي تعدين بيه في محطات سابقة كما الانتخابات البلدية وحنا مقدمين في 2019 على انتخابات الاسية والتشريعية لا الدولة لا الأحزاب ولا الأعلاق أكيد لأحنا ديما نتنقص فيهم المواضيع هذين الحقيقة مش أول مرة نتقابل مع سيد كاتب الدولة ودائما نتبادل يعني مثل هذه الهواجس اليوم لا الدولة لا الأحزاب وخاصة للإعلام قاعد يقوم بدوره في أنه يرجع الشباب للحياة العامة ويرجع الشباب بكل بساطة لبلاده لأنه شيء أعمق من السياسة اليوم الشباب تقريبا هشه الوحيد أنه يغادر لبلاده وهذه هي الحقيقة المرة اللي ممكن قاعدين نشوفها الشباب متاعنا اليوم ما هوش قادر على أنه يعرفش قاعد يحب الشباب متاعنا ما عودناهش أنه يكون مبادر الشباب متاعنا ما عودناهش أنه يعيش التجربة متاع الانتربرونيريا اللي عبد الكل الدس فيه بيش يولي انتربرونير ويكون باعث مؤسسات وما ربيناهش أنه يكون باعث مؤسسات من اللي هو صغير أمه تحبه ويطلع طبيب ويحبه ويطلع مصمار في حيط جي أنت عمره 19 سنة في الجامعة تقوله الحيطة تعبى ما عادش عندي فين أن ندق المصمار متاعك يجي أخويا ويلي انتربرونير انتربرونيريا دونيسي سيتي هذي هالبعث المؤسسات بالمراه أو ما يجيش معناتها يعني اليوم الشباب التونسي فادد بكل بساطة من الوضعية العامة وما هوش لاقي شكون يحكي معاه وإلا شكون يتجاوب مع انتظاراته وانتظاراته كبيرة ما هوش لاقيها في تونس طيب عبد القدوس صادوي سيد كاتب الدولة الصبر الأراء اللي تعملت أكثر من مرة تقريبا يقولوا أنه نسبة في 60% من الشباب كيف ما قال نزار الشعري أعرفوا عن عدم فيقتهم في الحزب السياسي تقريبا 50% عدم فيقتهم في رئيس الجمهوري تقريبا كيف 51% عدم فيقتهم في رئيس الحكومة وأكثر من 60% عدم نيتهم المشاركة في أي محطة من المحطات الانتخابية هل الدولة أخذت بعين الاعتبار مثل هذه الصبر الأراء أو من هذه النسبة تزيدوا رقم 62% مع هؤلاء المشاركة في الدولة أصلاً 62%؟ نعم 62% مع هؤلاء المشاركة في الدولة لماذا؟ وما سابنا تزيدوا رقم آخر يعملونا نبيل بالعام جمعة جاية يقولوا شكون يعرف شكون هو كاتب الدولة للشباب قليلاً أنا أكد لك 95% و 96% و 99% لا يعرفوه ما هو السيدة لماذا؟ والله هي سينة مومة صحيحة ممكن؟ هذا الشخص الوحيد اللي لاهي بالشباب والحكومة كامله في الدولة نسل 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 توانتم دي جورناليست ومتابعين شكوني تفكر نعرش شام وزير الملك الدولة 2015 سيتاكي تعرفوه موش نفس الشيء ما يعزروهش من أذا كان المتابعين ما يتبعوه معناش للسيمي معناش 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 تسني على وزير شكونوا وزير الملك الدولة والجواب الكعلي أي وزير أي وزير أنتي بحكمك متابعة سامحني أنت ركيائي بالشباب انت منطق الأشياء يزم الشباب الكل يعرفك هكذا يقول انا نقول 62% ما عندهم شتيقة في الدولة كله وانتي تقول لي لازمهم يعرفونه سمحني نسبة خطيرة خطيرة جداً هذا هو الفونت المشكل هذا هو عمق المشكل هل لماذا الشباب مهمش؟ 62% ما عندهم شتيقة في الدولة ماذا الشباب مهمش؟ يعتبر الدولة ما هيش لهيه بيه؟ لا نعطيك تشخيص باه الشباب بمثل 57% من البلاد معنى المجوريتي بتاع البلاد الشباب عنا أحساساً نحكيه على أقل كل ما نحكيه على الشباب وكاينة نحكيه على أقل فئة معنىتها كما الفئة الكلة لازمها إحاطة و و وانكادرمو الشباب أسوسي معنىتها نحطوا الشباب مع كل ما هو سلبي وكل ما هو بيجورتي مثلاً ما نقولوش لعب تتنسي الشباب الشباب هزت وصلت نهائي موسكو والمدرب الشباب اربحها في نايكو بدافريك والشباب المستثمر إلى لفي سي مليون دورو وكنت تم القبض على خمسة شباب بصدد اجتياج الحدود خلصة تم القبض على عشرة شباب بصدد عمل عنف بصدد عمل بصدد عمل بصدد عمل وزارة الداخلية تم القبض على عشرة شباب بصدد عمل بصدد عمل جانب المتحدث لا 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 يحكيوا عن الواحد يقولوا حركة يقولوا الشباب لا لا يقولوا عادي أنه ما تتخلقش معه ثقة دوا الدستور 2014 جاء في فصله ثامل بدل دور الدولة للشباب معنا اليوم شاب الدولة عندها معاه معناتها جدد الإليات يتطبق الدور هذية جديد هذا هو اللي يأخذ وقته وهذا هو اللي نقص خطر الشباب رأوا وزارة أفقية براتيك مو حتى وزارة ما فيهش تدخل مع الشباب أنه تصير وزارة أفقية هذه ويعطيكوا رأوا مجال العمل أرحب وأوسع أنك أنت وزارة أفقية وتدخل مع جميع الوزارات بقى وقت لتدخل مع جميع الوزارات وغيره لازم العمل يكون جميعي هذي هو اللي قاعد يصير ما فيهش تدخل مع جميع الوزارات وعملنا حوار مجتمعي جاءوا فيه تقريباً أربعين أربعين ألف شاب عبروا على آراءهم بعد نشينا شوفنا المجتمع المدني شوفنا الوزارات الأخرى المداخلة رينا من بعدها معنتها المنظمات العالمية واخدمنا استراتيجية قصيرة المدى ثم بعد نحب نفسر عليه قصيرة المدى 2018-2020 أولاً تتطابق مع المخطط 2016-2020 ثانياً تكون لدينا مؤشرات واضحة نجم ونبنيو عليها سياسة وطنية لا تنجمش اليوم تتخيل الشيء من عام 2030 هناك بعض المنظمات كما تونيفيزيون اللي الشباب متحمس جداً لعمل معه وانا هذا عينت وحتى عن قرب من خلال احتكاك ببعض الشباب وبعض المنظمات علش هل أنه لأنه الدولة ما عرفتش ما ساهمتوش ومنظمات المجتمع المدني يفهموه هل أنه الشباب قرر أنه يقاطع ما هو موجود حالياً في الواقع الحالي وقعد ينظر للقدام أنا خلو جاهلك السؤال وبعد يجاوبني هو سيكاتب الدولة هو بكل بساطة حسب رأينا هي العملية في طريق الطرح الموضوع نحنش قسمي يعني ما عنديش أنا والشباب قدامي نحن واحد اليوم الفوندسيون تاعنا كيفي أنا كما أي شاب سمحني ما تقولش كلام أنش لا لا مش قلص أقول لي أنت تعرفني ما تقولش كلام الأنش باش ننفع عمالي يستيعيين نحن اليوم وقت ندخل اللقاء مع الولاد نحن مازلنا كيرا نحن من سوسة شفتوا بعض الصور نحن كان لدينا ملتقى وطني في سوسة على المتدى الثلاثين في سبعمائة شاب من القيديين متاع المنظمة لكل حظر وحكينا على الشأن العام وحكينا على المشاركة في الشأن العام بالنسبة لنا العملية واضحة اليوم ما عادش نعمله على الدولة بتاتة اليوم يزم الشباب يفهم أنه الدولة معاش تجم تعطيه حد شيء الدولة اليوم عاجزة الدولة فالسة الدولة الاستاتيجيات متاحة يزمها تاخذ برشة وقت وذلك عليش ممكن اليوم قاعدين يعملوا استراتيجيات قصيرة واستراتيجيات طويلة يزم الشباب يفهم أنه إذا يحب يغير الأمور ولا يحب الأمور تتغير ببساطة معليه كان يشمر على الذراع متاعه ويغير اليوم هذين محنش قاعدين نشوفه فيه فانا واقع فانا إيطار فانا إمكانيات شوف العملية سهلة على الأخير شامل الآن تسايد ما أنا يقولك نكمل قرائتي نخرج نضرب سبع سين على قلب تار وكلي شمر على ذراعه سهلة العملية العملية سهلة على الأخير اليوم الناس الكل تلوم على أن الأمور ماش قاعدة تتغير لكن نشوفه في الانتخابات الأخيرة مثلا الانتخابات البلدية الشباب كانوا خمسمائة ألف فقط شاركوا من جملة ثلاثة ملايين شاب اليوم خزان انتخابي من بين العشرين سنة والتسعة وثلاثين سنة هذا هو الواقع اليوم أنت حتى على المليون وثمانمائة ألف اللي شاركوا في الانتخابات البلدية ثم خمسمائة ألف شاب فقط يعني أقل من ثلاثين في المية إذا أنت تحب تبدل وكان عدد كبير من الشباب مشاركين في قامات مستقلة ومشاركين في الأحزاب إذا أنت تحب تبدل كشاب يزمك تهبط وتفكوا بلاستك وتنتخب شاب لكيفك وتفرض عليه يعني تفرض عليه أنت شنو تحب لكن إذا أنت اليوم ما كش مشارك في الحياة العامة وهذه إحنا قاعدين نقوله في المنظمة نطيع إذا أنت اليوم أشاب وتحب الدولة تبدل وانتي ما شاركتش في انتخاب هالدولة هذي كيفاش تحب تبدل ولا تقرارك حسابك إحنا اليوم عنا المجلس الأعلى للشباب نستنعه فيه تقريبا ثلاثة سنين ها هو من بين الأقصر هذا والأقصر هذا من بين القصبة ومن بين الأقصر كارتاج وما زيل ما تفعلش ما سمعنا لي حد شيء فينه مجلس الأعلى للشباب الشباب ومشيوا به لأولي الأمر كاتب الدولة بيروه محلول والوزيرة بيروها محلول لكن ما عندهش فيزا في اليوم يزلم الشباب يأخذ بزيمان الأمور ويتوجه ويبدل واليوم عنده القدرة سوف كيه خايف اليوم الشباب التونسي ما عندهش ثقة في روحه وخايف من أنه يدخل غمار السياسة السياسة ظهر نهاله مسخة السياسة ظهر نهاله أنه ما يعملها كان الفاسد السياسة ظهر نهاله كأنه وقت تدخل في لعبة سياسية مش يغير لك مجرى حياتك لكن علينا احنا الشباب من تعجيل متاعنا كل عمل سياسة عملنا سياسة في المدرسة وعملنا سياسة في الجامعة واحنا موجودين لكن طبعا تي مشكلة كبيرة قلت ما عندهش ثقة في السياسين وما عندهش ثقة في روحه كيف بش نعمل لا هذا هو مهم مهم لا لا هذا ما يتعرضش ما بعض وشكل بشي العملية سهلة على الأخر اليوم احنا في مفترق كبير ومهم انه ننظروا لشباب هذي كيفاش نجبوا نبدله العمل المجتمع اللي قاعدين نقوموا فيه سؤال منظمة نتاعنا والعدد آخر من المنظمات مهم برشا لكن الشباب واضح انه ما يجمش يكون متوافق مع اللي يعمل فيه الحزاب وما ينجمش يتعامل بشفافية وبمحبة مع الدولة اليوم احنا بش نقوموا بالدور هذي واليوم الشباب يزموا يتوجه للمجتمع المدني ويخلق المجتمع المدني اللي يعبر عليه طيب انا بشنتوجه بشوي سيد كاتب الدولة على دور الشباب اللي ينجم يكون اطار حافظ انه تأثر فيه الشباب بالحق وتحافظوا على العودة والمشاركة في العام السياسي لانه هذو ما دجاء عنا احنا دور الشباب ما شاء الله عنا دور شباب بشكل كبير برش لكن حب تعليقك انت يحافظ على ما قيد ثم نرجع لسيد كاتب الدولة الساعة قبل عندي تعليق على مسار كامل بنعلي قعد 23 سنة في الحكم رايد ما عنده حتى مشكل 2010 اوخر وقدم حب يعمل سنة الشباب فكانت اخر سنة له وفات بثورة معناها هزدته وفمتي وانتهى معناها انتهى الحكم وانتهى وكله الشباب يتقال من هنا ومن غديره مش شعارات ومش قرارات تتخدم في مكاتب مغلقة وغيرها من الاشياء راوة التعامل مع الشباب هو واقع منموس الشباب شو يحب يحب يعيش حياته يحب يعرف مستقبله وين يوصل اللي قاعدين لهناء لكلهم قاعدين تقال اغلبية بتاحهم يقولك معنا ما نعمل وما نعرفش روحي عام الجاي وبعد عام الجاي شنجب نعمل في حياتي انسان لا مستقبل له ولا غد له وبالتالي المسألة مش متعلقة بالأساس بالمنظمات ولا بغيرها بالأطراف بقدر ما متعلقة بحركية اقتصادية زي ما تدور في البلاد بقدر ما متعلقة توفير مواطن الشغل بقدر ما متعلقة بفتح لعظم اللول ولا الجاجل غيره الوقع لوله باشي نجبه وما بيدهم يكسبوا الثيقة في رواحهم وولي يحس روحهم عاشي ما تددوا البوه ولا لمه باشي ياخد عشر أنا فرنك ولي يخدم على روحه ووقته توي ولي يشارك في العمل السياسي ولي يخدم أما ما دامنا في الوضعية هذه وشاء قدرش مكاتب دولة تقول للشباب ودي مقعدين في نفس الوضعية أنا ما نجمش نقول ما زايد ونسلم معنا تذي خدمت يجي نكمل معنا ما عنديش الحق شو صار المشكلة انه الموضوع هذي موضوع استراتيجي يعني لازم فيه تخمام على مويا ومعنا تحال مدال قصير ومتوسط والبعيد الفئة التي تتعامل معها ما عنديش صبر تحب بتاو كتر هو شي بتاو أنا مثلا ضد التالي بتاع الشباب هو المستقبل ما همش المستقبل هم اليوم بتاو المستقبل بشي كبر دونك سي لفين شانجي ما يحبوا يبدلوا شي اليوم يبدلو باه جينا عملنا استراتيجي وطني هاي رؤية قطعية للشباب شفاها هاي فيها أربع محاول المواطنة التشغيلية المبادرة الإبداع الكرياتيفيتي والحركية الموبيليتي هاي هذا نتيج متى خدمة عام مع منظمة الدولية وخبراء ورون ما فماش معنتها اللي 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 تصور إنه ثم التشخيص أكثر من التشخيص اللي عند الدولة موش صحيح أما إحنا توفتنا المرحلة متى التشخيص لازم المرحلة متى التنفيذ ومشكلتنا هاو عملناها استراتيجي ما مشكلتنا مهيش استراتيجي سينو بش تبقى حبر على الورق وتتحط في بيرو كيما صار الاستراتيجي تقبل مشكلتنا هو التنفيذ التنفيذ لازم إليات جديدة يفوق إنو في لازم كتاب تكرر بلايخ ندقق في هذا هل هذا يعني أنه التشخيص حاصل ولكن الحكومات اللي موجودة أو التي ستأتي بعد 2019 زين ما تنجب تعمل حتى شيء لا 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 وإلا غي ولا غياب الآية لا ما أخطت مدى ما قلت لازمنا ننجحو لا يعنيش خيار بش ننجحو ولا ما ننجحوش لازمنا ننجحو مثلا مايش خياريخ وباش ننجحو توا الاليات اللي اللي معناتها اللي لازمها توا تتخدم قبل كنت بوكم وكي يولدوك بعد عمر طويل ربي هزم تاعو وانطر ليدو الدولة تكافل بكل شيء ثم جنيراسيون كيا معناتها ثم جيل كامل مبعد بناء الدولة الوطنية ساهم في بناء الدولة الوطنية حتى التعليم وغيره ثم استراتيجيات نجحت وقت اللي عملنا نوادي الإعلامية وعملنا الإعلامية المتنقلة وعملنا الحاسوب العائلي وعملنا كذا هذي عطينا اليوم ثلاثة ألف انجينيور بريسك في العام معنا نجحت لحويش اللي عملناه اليوم ثم موديل وجيل كامل تبدل متطلبيته تبدلت بتاع ايش يحفظ هو في معلوم وهو عنده في التليفون معناتها حتى المعاملة التعليم التقييم هذا كله لازموا يتبدل احنا المجال المتاعنا اللي نخدمو فيه شو احنا خدمتنا راو معناتها وزارة الشباب بتوعنا بالرسم الرسمي للوحيد اللي عنا احنا الدولة لا عنا ثروات لا عنا بيترول لا قاز مفروض الثروة الوحيدة اللي عنا هي لعبيت واحنا استثمرنا برشة تنوثة مش معتمدية في تونس مفيش دار الشباب استثمرنا برشة في الحجر خطرونا في بزوعة اليوم وقيت بيش نستثمروا في العباد الوقايت بيش نستثمروا في البشر هذك هو اللي مشنا فيه الميزون تجون معناتها دور الشباب طي اعملنا جيل ثان نكمل هذي برط دار الشباب تعاملت اول دار شباب مغاربية في تونس في رادس عام تلاثة وستين معناتها كانت المغرب وتزير وشمال الفريقي كل شي وله هنا اعطات ناوي دي الفكر وعطات المسرح متاع قفصة وعطات المسرح متاع الكيف وطلعت طبقة سياسية كاملة اليوم لوفر الموجودة في دار الشباب لوفر اللي عند جون في الدار خير منها ودور الشباب هذي تحطمت مؤسستيا يعني يعني وقع الاشياء وقع الاشياء قبل ما كان هم حتى وسيد تواصل وبالتالي كان ياخذ بسكراتو ولا يجي على ساقي وينشي دار الشباب يشلعب الشطرانج وبشي عمل نادي الفكر وشي توى يزمك سي السعداوي خليني نكمل يزمك سي السعداوي بكل تريفون بورتابل تعمل دار شباب صحيح هذا هو المطلوب اليوم يلزم دار الشباب توصل للسيد عنده في دار ومعاش تعمل هلو بني وحجر وموظف اليوم اليوم الهدف هو الهدف انه الشباب يسترجع ثيقته فيش في روحه وفي غيره وفي دوته في الانفيرون مولي عاش فيه هذا مثلثة محاور ان ناخذ موليه معنى كحطينا الهدف لو من استراتيجية هذية هو الرفع في مؤشر السعادة معنى ناخذ موليه على البشر ويبدو انه فات الوقت لان 2019 وطور لا اخي انا نخدم لان 2019 احنا نخدم للبلاد طيب وقلت لان 2019 2020 لا قلت لك هذية بش تخرج منها 2018 لان 2020 بش تخرج منها مؤشرات يا اما ثمحوا لازمنا نصلحوها بوتيتر ثمحوا بش نواصلوا فيها تعطي اوكلها ونواصلوا اليوم خلقنا جيل ثاني خطر الجيل اللي لان ادى مهمته الجيل الثاني اللي خلقناه اليوم الهدف منه معناتها انه ترجع دار الشباب لما لها ترجع للشباب نرجع الكثير من التدوينات التي كتبت وحتى كتابك الاخير تونس في عناية اللي كتبت الشباب قلت فاقد الامل يحب يهج يحب يسافر يحب يحب يحر قياس سويد فاقد الامل هون انا ازوز اسألة مهمة اذا كانت يتجم تجواب عليهم شنو عنصر التحفيز للشباب وكيفاش تنجم تعطيه قدوة او مثل مثال ينجم يتابعه هل هناك قدوة اليوم في واقع نطوة وشنو عنصر التحفيز قدوة اليوم رئيس الحكومة شاب أو كاتب الدولة شاب رئيس الحكومة الشاباب الشباب التونسي مش يشوف فيه شاب شوف لأمشنو كبير اي c'est un jeune qui n'est vieux اليوم سيد رئيس الحكومة الشباب التونسي مش يشوف فيه شاب بالكل بالكل نعش سيد كاتب الدولة ممكن أقل خطر إلي un peu moins expose رئيس الحكومة أما اليوم الشباب مش يشوف فيه رئيس الحكومة الشباب هذا واضح وجلي أنا اليوم نخلي الدولة تخدم على روح هاي تعمل في استراتيجيات هاي تحب تعمل لـ 2020 وتحب تعمل استراتيجية طويلة المداء بارك الله وفيهم خليهم يخدموا على روح لكن هذي العنصر متعتوهم ما يتوفرش فيه الشباب اللي قاعد اليوم موجود يفك بلاده ما هيش دعوة للثورة هي دعوة لفكال البلاد من خلال السنديق اليوم يفك البلاد من الشياب اللي قاعدين يقودوا فيها بكل بسط اليوم الشياب التونسي مش لقي بلاسته في المكان السياسي ما هوش لقي بلاسته في الأحزاب نحنا عنا برشة أولاد من الأحزاب اللي موجودين يقول لك أنا ندخل للحزب يخدم بيا ومن بعد تكمل الانتخابات ما نلقاش الوعود يعيدونا ولا يفون يقول لك أنا كيف كيف أنا نحب نكون في مركز قرار نحب أنا الصوت متاعي يوصل كيفاش مجلس النواب اللي هو قاعد يسطر في البلاد اليوم عدد كبير منه ما هوش شباب اليوم ديما الشباب يتحطوا في القيمات في المرتبر الرابعة والخامسة والساتسة ما هوش قاعد يتحط في المرتب الأولى اليوم هذا يزننا متاخد معارضات إذا أقوم بنتاح among الانتخابات البلدية نسبة تشبيب كبيرة ست pots يتناقش النظار يتناقش النظار ويجب على سواء الحافظ يتناقش النظار وعطى منهم رقم يعني أنه يتناقش النظار وشاركوا من أكثر في الانتخابات البلدية 1226% من المشاركين الجملة كانت عدد كبير من العباد الذي يصوته ثم مناطق أقل حتى من 5% تصويت الشباب الشباب المستشارين اليوم تقريبا 52% منهم شباب على خاطر حطينا قانون انتخابي بالضبط يحكي على حكاية ذي ما يتحطش الرابع للخمسة يجبش يحطوه في ثلاثة أولانية القانون يغير المعطة وهذه خدمة الدولة إنها غيرت بالقانون هذهم اليوم في مجلس بلدي وهو جابوه وحطوه في ليستة ومعينوش ودخلوه بالسيف بيتي تبتي بشوية 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 بشفيق بروحه مستشار بلدي وعنده ماذيف وأسهله إنه يتواصل مع الشباب دونك اليوم المشكلة إنه اللي هو ما عادش ما بين ما نيش موافق برشا ما أنا حاسب الدراسات اللي هو ما هيش بين معناتها بين زوز أجيل اللي هو الأخطر اللي هي في وسط الشباب هو هما اللي يقول عليه اللي هو ما ينتخبه شباب بلديات اللي واحد معناتها توا اللي هو في وسط الشباب بيدو معناه ثم شباب كم الشباب اللي يخدم معه اللي هو مش بين الأجال بين الشباب بيدو بديت تتخلق قوة متاع شباب يلسنجاج يمشي يمن بروحه وعنده ثقف يروحه ويترشحه ولي مستشار بلدي ولي يدخل ولي غيره بيدليل كافة بحرية التقدم في التخلق بلدي لا لا هذه فيو النسبة من هذا معطى رقمي قديه ثم اليوم مستشار بلدي مبعد لازم احنا نحط القوة كل في الشباب هذا اللي أنججيه بشي نجم يخلط للشباب اللي بقاء على هامش المجتمع يتواصل معه يتواصل معه اللي يعمل فيه نيزار يقولك الشباب مهوش انجاجي عنده جيه قضية من مية وثمانين الف احنا تقوى عنده يتسمى الزاكتيف تقريباً أربعلاف وشوائية لكن انتووش مية وثمانين الف في النشاطات عنده أربعلاف شب انجاجي والله يا ديه ثم سوال ثم سوال سمحني شيء اتفضل احنا فيما يخص خورا نيزار يقولوا الشيء اللي تعمل فيه يقولوا عنده أبعاد سياسية يقولوا انك انتي بالذات عندك غاية سياسية في 2019 ناوي تترشح حتى الانتخابات رئاسية بصابت وضحنا المسألة هذية بالله شوك انا ما نعتقدش انه اي عمل لا بالعكس كنت تترشح اي عادي مانا حقك المشروع قدام عندك مية وثلاثة وثمانين الف مانا تنجم تلبه خمسالف توقيع بصوانا ذاته النهاري يتطرح موش اشكال انو نجابك عليه بكل مسألة انا اليوم نعتقد انه اساسا العمل اللي قاعدين نخدموا فيه هو اساسا باش نقربوا الشباب من الشأن العام يعني انا نخدموا برشا على القيادة والريادة عند الشباب الليدرشيب اللي هو اللي يناقص اليوم يعني على خاطر ما تماش هالمحافزين وهالشباب اللي قادر انه يحرك الرأي العام و الانفليونس دان البانسانس ثم برشا محافزين في الجهات الاخرى قسوة معناتها داعش واشو ركائها قسوة دروغ واشو ركائها لكن المحافزين نحو جانب جيد ونمشيوا للإيجابيات ونمشيوا للمشاركة هذا مش موجود احنا اللي قاعدين نخدموا فيه هو في الاتجاه هذا تقولي تخدم في سياسة مثلا ماش حاجة في الدنيا ماش سياسة احنا اكيد قاعدين نخدموا في سياسة لكن ماش سياسة حزبية اني نترشح ولا اني ما نترشحش اننا اتقد وديو جاوبنا عليه سؤال هذا جاوبت عليه شخصيا للشباب اللي ترح عليه سؤال هذا في الليقاء الاخراني قلت لهم اني نترشح رئاسة الجمهورية اليوم ما عنده حتى معنى على خط رئاسة الجمهورية وحدها ما تعمل حد شي قلت لهم تحبون انترسح رئاسة الجمهورية اترشحوا انتم للبرلمان فكوا البرلمان باش نجموا نفرضوا اراءنا باش نجموا نبدلوا الحقائق الموجودة في البلاد أعطيه طوفان حقيقي للشباب متاع تونس باش موش خمسمائة الف هات يمشي وزوز ملايين ينتخبو طوافق هنتم البرلمان أنا تراشح متاعي للرئاسية ولي مسألت وقت ومسألت طيب اللي طرح سيتكتب دولة منطقي جدا أنه طرح سيتكتب دولة منطقي جدا أنه صراع مش بين الأجيال وإنما بين الشباب نفسه الشباب اللي كي انجاجي مش صراعه هو هاي بين الشباب اللي هو انجاجي وشارك في العمله وبين الشباب اللي عازف اللي هو نفسه سلبي خلينا نبدأ واضحينه هنا أنا مش نوجه بإصبع اتهام واضح للإعلام التونسي الإعلام التونسي إس كقاعد ينقص في الهوة هذي إس كقاعد يخدم في أنه يحفز الشباب هذي ويوري لي سيكساس ستوري ويديولوبي حاجات باهية اليوم لبرايم تايم متاعنا في التلفز أغلب التلفز التونسية برايم تايم مدمرة للشباب أنا قبل ما جيد فرشت على قناة ما القنوات نحكيه على التصفيح ونحكيه على المشاكل الجنسية ونحكيه على الواحد اليوم العباد اللي موجودة يحس بروحه القيمة متاعه طائحة أنا قلت همرة في بلاتو بحذيك المشاكل قلت إنه الشباب التونسي مش لقي قدره ما يحسش إنسان روحه بقدره في بلاده إيسا سي تريد ترز أمبورتان سي تريد ستيم هذي اللي نحكيه عليه في البيراميد دوميسلو رهو ما يجيش في البرتي لولا الثالثة يعني بعد ما نعمله البيزك أنستنكت هالحاجيات الأساسية اللي مهيش متوفرة اليوم للشاب التونسي الشاب التونسي مش لاقي حاجياته الأساسية متاع البيراميد دومسلو اللي ما يعرفش معاده البيراميد دومسلو يمشي لوجا عليه بشم Dj为ab gap من ادخلش في تفاصيل زايدة ما واش وقتها اليوم الشاب التونسي عنده اشكيليات نفسية أكثر من الاشكيليات الاقتصادية عنده اشكيليات ثقافية أكثر من الاشكيليات الاقتصادية مش مشكلته فلوسة كهو الشاب التونسي سيفريه ثم مشاكل متاعه فلوس لكن ثم مشاكل أعمق ببرشة أساسها اليوم أنه الشاب التونسي غير قادر على أنه يفهم روحه كما قال سيد كاتب الدولة لكن بالجهة الأخرى محناش فاتحينه المجال محناش نعاونه فيه للدولة للتعليم للإعلام لحتى العائلة متاعه يزلنا نفيقه على رواحنا شاكر بشيء لكن فم نقطة مهمة أنه توقيت غير توقيته الزمن غير الزمن الحركة الوطنية اللي قادوها شباب وجابوا الاستقلال مش كيف ما طوى بعد الثانوات من الاستقلال والدولة في بناء في انتقال ديمقراطي وبناء مؤسساتي سمحني في سؤال نحن طوى محتاجين الأكثر لاس عندهم خبرة في المجال السياسي في العمل الحكومي في إدارة المؤسسات ماناش في مرحلة سامحوني في المثال بيجرب العجامة في كيف يقول مثلا ذاك أنه مجموعة من الشباب يفكوا البرلمان يفكوا مؤسسات انتخابين بتبيع بالسناديق وبرعاد الشباب ما عندوش تجرب وعملوش خبرة يبدأ يجرب فينا وبعد السبع سنين هذو ما اللي احنا عاشنا فيهم من الويلات نزيدوا نعيشوا فترة أخرى من التجربة منيش موافقك شكرا بشيخ على خطر بكل بساطة اليوم اللي ساير في البرلمان أنه عباد قاعدة تحلم بأشياء ما هيش أحلام شباب اليوم قاعدة تطمح الأشياء وتهبط في قوانين ما هيش اللي ينتظر فيها شباب ديار قاعدة من قانون في خدمة الشباب باش نفذوا البند الثامن من الدسور ما ثماش ما ثم حتى قانون يسيدي أبسط قانون الفصل 52 اللي وعد رئيس الجمهورية في الحملة الانتخابية متاعه انه بشي تنحق شنوه صار فيه وقع التخفيف فقط في العقوب عليش ما تنحاش خاطر ما تعداش على خاطر نقاش ما صارش بشكل جيد هذي مهم برشا من جهة الأخرى من جهة الأخرى واللي هذا أنا أعتقد أنه هو اللي مش يخلق الفارق في هدوة اليوم الشباب هذي عنده حلمة يزموا يقولها في البرلمان يزم يكون البرلمان هذي باعث لستراتيجيات متاعه 2030 و2040 ما يجمش يعطيها واحد عمره 70 سناء و80 سناء يزم يعطيها واحد عمره 30 سناء عمره 25 سناء عمره 40 سناء ذاك علش أنا ندعو الشباب اللي موجود اليوم الهنا أنه يتنظم أنه يتحذب أنه علش ليه يخلق ديموفمون ويمشي للانتخابات الجاية يزموا يكون في الدرجة الأولى في القوائم الانتخابية مش في الثالثة ومش في الرابعة ومش في الخمسة عبد خدوس سعدوي تفضل 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 ومش في حياتك ومش في حياتك لا نفعل وذلك هي رأي في رأي نعم ضد صورة القاتمة القاتمة المتحدة خطر ماذا نحن نفعل بسيبالو كدو نزار لا نحن نتحدث عن النزار ومن السجل يتحدث عنه الشباب أنا في خدمة يومين نحكي معه وليس عنه لا نرى الشباب لا يقوم بحق ملايين تقرأ فلا يكون يخدم قوانين قلت لي لم تفهم قانون معانتها صديق صديق قانون تعدى أريد أن نقشك فيها لا 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 لقد انقشت سألت نرجع ما هو المطلوب تم وضع اقتصادي واجتماعي سعيد وهذا عادي في تحول ديمقراطي عادي اليوم عندك جيل كامل اللي كان عمره عشر سنين في الثورة اللي عام جاي نجمي صوت عنها جيل كامل كبر حر ما عندووش النوسيون بتاع قبل كبر حر الجيل هذي اليوم عندو انتظارات أخرى عندو أحلام أخرى صحيح به كيفيش بيش تتبقى أنا ما نتصورش انو الشباب متاع اليوم يحب تسقط عليه حاجة من فوق هو المعنى بكري حكينا على 62% ما عندهم مش ثيقة ثم حل وحيد بيش ترجع ثيقة متاع ذو اللي هي اللي هو تعطي فيهم ثيقة هذا شخص ينخور بذلك طوي يبدلوك نفس الشعور اللي مانيش موافق عليه اللي نعطيه وكسورة القاتمة متاع الشباب بالعكس معنات ثم الشباب قاعد يبدل كل يوم في الواقع في جمعيات في الـ في الجامعات في المعاهد في الـ بالإكزامبل اللي قاعد يعطي فيه بالعكس ثم شباب اليوم إكزامبل ونعطي منهم أليف معنات المجتمع المدني لازم اليوم يكون جسر بين الدولة وبين الشباب بما أنه يسهله لنخرجه ضع بين المجتمع المدني والدولة نحن المجتمع المدني لعمل بالدور هذي والحمد الله يلعب بالدور هذا حتى يرجع المصارى الديموقراطي على السكة ووقت لي عندن يخرج اليوم لаксимنا تخدم المجتمع اللي ثلاثية القطاع الخاص والقطاع العام والدولة يجب أن نأخذ مثلثة مع بعضنا لكي نلقوا حلول جديدة معناتها أنا كنا نحكيك على دور الشباب نوفيل جنيراسيون قبل اللي يمشي معناتها النادي الأعلامية واللي يمشي يلعب شي ترانج واللي غيره اليوم يمشي جايمينك اليوم ثم سيني تياتر دوبوش فيه أحنا عملنا تجربة في حياة تضامن وتحولنا غادي وعملنا أول تجربة نموذجية أول نهار ثمها بسكيلاتيت ثم نحكيك على سبيل الدعاب ثم بسكيلاتيت نحن خليناهم نحن ليبر سيرفيس للشباب ثم ستة بسكيلاتيت يسميوا فيليب هاي بسكيلات حرة حرة محتوطة فيدار الشباب تحت استعمل استعمل هاي أول أخبار خرجنا بعد التنشيين متاع الواحدة بسكيلاتيت سرقوا هذا الأخبار هاي خبار على خاطر ما استوعبوش إلي بريمو خليناهم بسكيلات يبقى ما ثم حتى بسكيلات مترك موجودين وقاديين تبايت عنده ويتعدى جارو يهزها ويعاود يرجعها وتتكسر يصلحوها ما تكسر وقت الاحتجاجات في حي التضامة ما تمس حتى 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 ما تمس حتى شي في دار الشباب هو محميوها لا أحنا لا أمن لحد شي خاطر والتي تمتاعوا أحنا الشعب التونسي الديارة كل نظيفة ديارة كل نظيفة مهما كان الواحد الاجتماعي خلينا نوصل لك الفكرة هذي برا الشوارع مسخ خطر التونسي ما يعتبر الشارع متاعه لا يوجد حيات الاسباس بيبليك دار الشباب كيف كيف مؤسس لازمها ترجع للشباب هذوك مش كان دار الشباب اليوم كي ما حكى بك رينيزار نحكيه على الحلول متاع التشغيل ماون اليوم الوظيفة العمومية معاش نرجم تشاغل دونك مش تمشي والمبادرة الخاصة المبادرة الخاصة ما تنرجمش تطلب من شي يتعدى من صفر للمياه معناه من ثم التدريج ثم التدريج التدريج نوه هو خدمة على قدرته وهو على بعث المؤسس هو الشيب احنا نحط الاليات الدولة تحط الاليات حاطينا خمسين مليون دينار تقريبا اعتماد انتلاق معناه عندك فكرة وما عندكش فلوس بش تبدأ حاطينا الفلوس حاطينا ميتين وخمسين مليار في في البيتييس عملنا انا كنت دولة الشباب تلموه ثم دي مزير ما نعرفهم كل فما بيالك معنتها بالواح توا دونك توا حاطينا توا خدمنا توا ان شاء الله يتم الاعلان عليه قريبا خدمنا استراتيجية اللي تلمي الناس الكل المداخلين الكل باش نوصلوا للشباب راهوا المصعد الاجتماعي يتبدل معاكش ثم كان الشهادة مصعد الاجتماعي الصنعة مصعد الاجتماعي الموهبة مصعد الاجتماعي انا مش نواصل على غالب ليلا مش نكونوا مختلفين في برسا حاجة اليوم القوانين هذية تلمون برشا كما برشا رأي في رأي اليوم هالكلام هذية نتع السياسة وعملنا لكم دي مزير وليمزير بيهيين مش فعل استراتب اكت مثلا هاني مش نقول هاني مش نقول استراتب اكت اليوم باش تكون عندك استراتب يزمك تكون تشاكل في العام لول عشرة من الناس وتعمل 300 مليون شيفر دافير وفي العام الثالث يزمك تعمل ام مليون دينار دو شيفر دافير ودخل ثلاثين شخص اعطيني انا استراتب بديت بالشكل هذ استراتب اساسا العام لول كيف يقدوا بزوزو ثلاثة من الناس يتسمى الحمد لله يا رب وشيفر دافير تم وقتش اليوم وقتش يخلص اداءته وقتش تولي الدولة طالبه لا هو ما يأخذ لبال سي عبدالقدوس الا ما يكون عنده هال حاجات ما تاخذ اللبال اما انترطوم اللي عملتها حتى لتاخذ اللبال هو ما يأخذ انتفاع ما يأخذ وكان وقت عنده اللبال هذا هو الصحيح ما نكفوش على القانون هذا اثنين انا كنت سبعين التالي في حي هلال استدعوني شباب من حي هلال على خاطر واحدة من الحصات التلفزية قالت انو حي هلال ممنوع على الامن استدعوني بكل مرارة على خاطر دجاء وضعيتهم صعيبة والاعلام يزيد يسوئلهم في صمعتهم كلما مستني بشكل كبير في حي هلال واحد من الشباب قال يدربوا البلاد دربوا تونس ما هواش موجود في حي هلال ما ثماش مركز امن في حي هلال ما ثماش مستوصف في حي هلال ما ثم حتى ومعنو ثم درشابيب وش قد يعملوا فيها درشابيب يا اه اشمع توقع نحل توقع نوريك درشابيب متاع حي هلال ومتاع دوار هشر ومتاع التضامن ومتاع القسرين ومتاع السلس ومتاع مدنين ومتاع بني خداش وميرث وقصور السيف وكلهم شوف كل وكان دفرماشيا أو غير تحبب نقولك شنو يعملوا فيها تقول لك شنو يعمل لا لا قلنا المهم المهم الموضوع المهم الموضوع المتاعنا اليوم انا من شككش انه ثمانية لكن النواية لا تدخل للجنة الطريق الى جهنم كله نواية طيبة اليوم احنا لنطلبوه من الشباب التونسي انه يعمل اكثر على روح انه يلقى الطريق بيش يجم يخرج من العزلة هذية بركة لو فيها يسيدي الدولة قادة تخدم في دورة لكن هذا ليس كافي اليوم الشباب هاليموزيور لا يعرفهم ش ثم تقصير كبير في الدولة انها تعلم الشباب بهاليموزيور وتقصير في الاعلام مرة اخرى هذا مهم برشا اليوم وسائل الاعلام ما هيش تكمل التقصير الله العظيم ما كيف حالك اشتحك اشتعي العلام انه يمكن تكشي انا ناخد احلا احلا العلام العظيم قائمين الدولة اليوم ما نحكيوش المجتمع المدني مش الكل قائم بدور صحيح المجتمع المدني مش الكل الدور انه ينفع الشباب عنا برشا مجتمع مدني الدور وحاجة اخرى طيب مزالوا تتقيق هل تعتقد ونرجع لكليك سيعم تقدس هو ادر النيس الدولة اليوم الهدف انه نفتح الفضاء للمجتمع المدني خاطر دولة عندها الاستثمار الثقيل اللي ما نجمش مجتمع المدني ولا الشي بيعملوا والمجتمع المدني عنده روح لابتكار وسهولة في التعامل اللي الدولة ما عندهيش دونك الخدمة مع بعضنا هولوا لين معناتها بيتواصل مع جميع الجمعيات جميع الجمعيات وعاتيا اكلها اليوم الحكاية هذه عاتيا اكلها يا اما بش نبقا احنا في الصور شوف ما ونحبوا كل شي تبدلتوا احنا من الثورة لتوقع دي عند سبع سنين باي سبع سنين تبدل شي الشباب يقول لك ما تبدل شي قال لكم كان جيتوا وقتها قلت لوا راؤوا بش نعملوا رويجة أعمل فرماشيوم تعمين ولا تلاث سنين بش نبعد تعمل انتروبرونيور رك عام 2018 بش تولي عندك شارك تيز 2018 بش خول توا ترش شادت الثورة والشباب ويعي وخلط الانيفو خلط الانيفو كيما كان يحكي نزاء. لازم يعمل على روحه. أما روما هوش بشي عمل على روحه واحده. أن الدولة عاجزة ما هيش عاجزة. بالعكس. تأثير مساعدة. لا. أما دورها. دورها تبدل. دور وزارة الشباب. معادش الترفيه والتنشيط. ولا التربية اللانظامية. تدور متاع الدولة تبدل. مش مش عاجزة الدولة. واضح. واضح. حافظ خليني نختم سؤال معك انتي. وهو نفس السؤال لذيوفنا. اللي همني. هل تعتقد أنه الشباب سيعزف بنفس الطريقة في 2019 وسنصاب بخيبة أمل في مشاركة الشباب. وإلا لا. ها أبدينها الموضوع على بك. هو هو الواقع. كل المؤشرات تقول هكي. كل المؤشرات تقول هكي. ومعتقادي أنه مش مش تغير أشياء كبيرة من هنا حتى الانتخابات القادمة. لكن اللي خلينا نكونوا واقعين وزادة وكل واحد عطيه حقه. على امتتاد العقود الماضية. نقولوا منذ الاستقلال يوم الناس هذا. دائما السلطة الحاكمة دائما تبذل في مجهودات باش تحاول تدخل الشباب في العمل السياسي. ودائما ثم نسبة معينة في حوالي 30-34% تقاه دائما ممثلة في البلديات. ممثلة في مجلس النواب. ممثلة في العديد من المراسمة. لكن المشكلة الكبيرة دائما وأبدا قادة حاجة اسمها هو بين هكي الشباب اللي عايش عالمه الخاص وبين الطبقة السياسية اللي تخدم وتتكلم مع الشباب ولكن ما عنداش تواصل به. ولكن فينا المو. شنو اللي قاعد يصير سينيزار على امتداد العقود الماضية لكل. ما وك الشباب بيدوا وانت كنت شاب وانا كيف كيف كنا كنا نفس الوضعية. ما كنا عايشين في عالم اخروا بشوية بشوية ادخلنا وانخرطنا وولينا فاعلين وولينا نحكيه على الشباب. هذا على امتداد العقود. هذا ومش مش اللي قاعد ساير تو. الثورة التكنولوجية خليت الناس تكبر قبل وقتها. انا ما عايش نحكيه طوى الطفلي عمره عاشرة سنوات. ولا عنده نفس عقلية ونفس التفكير بتاع الشاب بتاع عشرين سنة وثلاثين سنة لتالي. بفضل ما توفرها من الثورة التكنولوجية. اذن كل شيء يتطور يلزم الدولة مهما كان التكاريف. اتوان سادة بتيل للوضعيات الجديدة. وتدخل غادي. وتبشي ليه ليه مو موين موجودين. هذا الاسف بصراحة نزلنا انعكز واحنا نزلنا نخدم بالورق في حكومات. اجابتك في ثواني خاطر تكمل التوقيت رح ونختم مع نزلنا. احنا سألنا نفسه وقت اللي نعملو في استراتيجي هذي. سألنا نفسه وعليش هالحكيه هذي ديم التعاود. اليوم في تونس سبعة وخمسين في المئة شباب قلت بها. الادماج متاع الشباب. انا مهندس. بالمات ما تنجمش الدخل ثلثين في ثلث. ثلث. لذلك العكس يجب ان يصير. الثلث هذي هو اللي يجب ان يخذ الثلثين. صحيح. هذي شعمل لازم تتقلب بالمعادلة. ما لازمش نحاولوا ندوم جوه الشباب. الشباب لازم تتايبوا. ظلا اطبقة. الميكانيكية هذي بش تاخذ. بش مدير درد شباب ما يسكرهاش على جمعي. بش الشباب يدخل ما يكسرش. هذو ما متاع. المعنتها الاحويج الكوتيديان اليومية. اللي بش تتعاش ولي حسها الشيب ولي حاشتوا به. هذي راو تغيير متاع عقلية. احنا بكري كحكيت على التكوين المهني. وخوتلي هي. وزارة التكوين المهني اليوم ثمه لسنتر بروفزيوني. ثمانين تسعين في المئة منهم يدخلوا يخدموا. هذي كمهمة وزارة التكوين المهني. مهمة وزارة الشباب نعتبر هذي نجحت. نهارة لوحد جايب 15 ولا 16 يمشي للتكوين المهني. بايش بدينا. بدينا احنا اليوم اقترحنا على الاتحاد الاوروبي لرسمي سبرو. في اوروبا ما فهميش. اول تجربة مع تونس. بايش جماعة التكوين المهني نجموا يعملوا التبادل معادي سنتر دوفورماسيون في الخارج. عليش عملنا هذي بش يمشيوا للخارج؟ لا بش نفالوريزي بش نعطيه قيمة التكوين المهني. لازم في مخ تونسي الوليه كي يقول لولد وراني نحب نمشي تكوين المهني. ما يشوفهاش عيب. وما تكونش دوزيام شواء. بطايا كبيرة معنا. والا. نغتم معك نيزان. انا نثمن برس المجهودات هذي الكل. واحنا كمجتمع مدني. يوم معي يطلق وتخدم معايا وكذا تجيل هنا تنكر. هذا ما قاد نقول. انا مادة ديدي ومفتوحة لأي انسان يجميعون الشباب هذا. لكن نتواجه للشباب. الشباب نقوله كما كنتم يولى عليكم. اذا في عام. عندهم رئيس عمره 40 سنة. وغزمه انه يفهمني كي نحكيله على. على. مرة اخرى نأكد. على رفع. على رفع. المهم. اخر مرة سمحني. قابلنا مع شباب من الجسرين. ثم جملة ضحكت. قالوا انا مانيش مصدق روح هل ينحكي مع رئيس حكومة شعر واحد. اعتبروا الشباب. نكمل لك الحكاية العملية سهلة ياسر. اليوم الشباب هذائي يزموا يخرج خرجة طوفانية في الانتخابات الجاية. ويزموا يدخل اكثر ما يمكن من العباد يشعرهم اكحل للبرلمان. هكاكة بش نضمنه استقبل واضح شبابي 100% انا رد بالك شياب تصبح شعر. شكرا لك. شكرا لك يا عبد القدوصة دائما كتبت ذاول السباب. حافظت قابله ان شاء الله في حلقة أخرى من رأيه في رأيته على خير. عايشك. اشتركوا في القناة